هناخدك معنا مدخلة أحدى بطلات مسلسل سره الباطع الفنانة نجلة بدر مساء الخير يا نجلة مساء الخير ازايك يا شفكي مساء الخير ازايك يا بس سامح أخبارك إيه مساء الفل يا فنج الحمد لله كمام مساءك منورنا بجد ومفصوطة جدا ببهودك الله يخليكي وانا كمان ازايك يا شفكي أخبارك إيه تمام احنا دايما معاكي ودايما متابعينك في كل حاجة حلوة بتقدميها فكلمين عن سره الباطع أنا شخصيا سعيدة جدا وفخورة جدا بهذا العمل أولا بداية من قصة سره الباطع الأساس يوسف إدريس ده بالنسبة لنا تاريخ والحمد لله ان احنا رجعنا لعمل فني بيقام على أساس رواية أو قصة لأن احنا مفتقدين الأعمال دي ومحتاجينها أصلا يعني محتاجينها لأن الفن أساسا الفن المصور طلع بدايته مع الروايات والقصة فالعودة دي بصراحة أنا شايفها عودة صحية للدراما المصرية تاني حاجة وجود طبعا اسم الأستاذ خالد يوسف لأنه هو مخرج معروف عن أعماله العظيمة من زمان وكلنا كنا متابعين أعماله خاصة أنه هو برضو تلميذ مخرج عظيم برضو زي يوسف شهين تالت حاجة هو الشركة المنتجة اللي وفرت كل الإمكانيات علشان العمل ده يطلع بالصورة دي وفعلا كان فيه إمكانيات كتيرة جدا توفرت رابع حاجة هو الزملاء الفنانين الموجودين وعودت الفنانين الكبار يعني التاب التاني يبقى ليهم المساحات الصحية اللي كانت لازم تكون موجودة تشععوا بالشخصيات وأستاذ خالد طبعا عمل زي من قوله التضافر ما بين الرواية أو القصة وأحداث حالية يعني خالدوا لكم هي لسه ما بنتش يعني هي اللوحة لسه ما كمنتش صحيح يعني أنا كمان شايفة أنه حتى البوستر العام بتاع المسلسل هو بوستر جماعي لأنه هو البطل الرواية هي اللي جامع كل الناس دي يعني ما فيش بطولة مطلقة لأحد هو ما فيش بطولة مطلقة لأحد بس فيه عمود فقري يعني بنسميه فيه سلسلة ظهر هتربط المسلسل من أوله لأه والسلسلة دي موجودة بداية من الرواية أو من القصة فأنا دايماً بقول أن اللوحة لسه ما كتملت لسه ما كتملت إحنا بنعمل فن الفن ده فيه بداية ووسط وانهية فيه لوحات لسه بتكمليها بتكمليه زي البازل كده بتكون علشان تبين صحيح أجيال بعدين هتشوفه وأجيال بعدين هتفهمه يعني خلي بالك ممكن يكون جيل موجود مش فاهمه أوي فاهمني لكن مع الوقت زي أعمال كثيرة أوي إحنا دلوقتي بنشوفها بتعمل الزمان صحيح لأنه العمل كمان مش بس بيقدم أفكار وبيقدم وبيعمل توازن ما بين التاريخ الماضي والحاضر ففيه شغل كبير جدا الحقيقة ده فردة حقيقي على فكرة خلي بالك السرد ده فردة حقيقي روح فيه حياة فيه شخصيات حية فيه شخصيات موجودة كانت في المجتمع وما زالت موجودة لغاية دلوقت وهتشوفه في التضافر اللي هيكتمل بيها اللوح أنا بس كنت بتابع بس كلامكم في حتة النقد الزايد الموضوع مش هو غريب هو غريب بس أن الناس يظهر من كتر ما بقى فيه حاجات كتيرة معروضة ابتدت زي ما يقولوا إيه تدور على الأخطاء زي ما أننا ما كان عندنا مسلسلين بس كنا بنبقى راضيين ومبسوطين وكان فيهم أخطاء برضو يعني لكن دلوقتي ما مش فاهمة أصلا إحنا ليه بنتصيد لبعض الأخطاء في الآخر هو عمل مصري في الآخر هو فن مصري المفروض نكون وقفين جنبه فخورين به نستنى نهاية العمل ونشوف اللوحة كاملة وبعد كده نتكلم أو نقيم أو نعترض أو نتناقش أو حتى نتناقش لكن الأعتراض الصابق دي دي ظاهرة غريبة هي طايلة كل المسلسلات وهي غريبة شوي بس أنا عايزة أقولك حاجة نجلة هي الناس الغير مستمتعة غير مستمتعة على طول يعني يمكن لأنه التقس الرمضاني يعني كله أو الحياة الاجتماعية اللي موجودة هي الدراما والفن فهما مسكين فيها يعني لكن يبقى الفن الجميل موجود وخليكم مركزين في الحاجات الحلوة اللي بتعملوها ونتمنى لك التوفيق الفنانة نجلاء بدر وهي أحدى بطلات المسلسل بشكرك شكرا جزيلا يا نجلة ترجمة نانسي قنقر